بلغت حصيرة ردات المزاد العلنية الأول الأرقام المميزة للأوحة السيارات الذي نضبته شركة مزاد مساء أمس نحو مليون وسبعمائة وخمسة وعشرين دينار هذا وقد سجد المزاد لحضورا كبيرا بلغ ألف وخمسمائة مشارك مما يملكون الشقف والرغبة للمزيد على الأرقام المميزة يحيي العمر والتفاصيل المزاد العلني الأول للأرقام المميزة للأوحة السيارات بلغت حصيلته نحو مليون وسبعمائة وخمسة وعشرين ألف نظمته شركة مزاد وأدارته شركة العربية للمزادات سجل هذا المزاد حضورا كبيرا حيث بلغ عدد المشاركين ألف وخمسمائة مشارك تنفس على شراء أربعين رقما مميزا من الفئة التي تبدأ من الرقم ستمائة ألف وهذا يعكس توجه الحكومة في مزيد من الشفافية على توزيع الأرقام وكذلك نعتقد أنه يكون مصدر داخل للميزان العامة للدولة طبعا نحن في شركة منتلكات قمنا بتأسيل شركة مزادات وهذه باكرة أعمالها وأتمنى أن تتوسع في مزادات أخرى في البحرين وأنا أعتقد أن هذا شيء جدا طيب أنه فيه فرصة يدفع حق رقم مميز يحصل عليه ويكون الطريقة بشفافية لشفتها واللي يدفع على سعره هو اللي يستفيد منه وأعتقد أنه كان اليوم حضور جدا جيد هذه انطلاقة حق هذه النوع من التجارة والللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ولكن نحن نرى أن هذا السوق ممكن أن ينمى أكثر وأكثر والأسعار تكون في ارتفاع المزاد العلني الأول في مملكة البحرين جاء كفرصة أمام جميع من يملك الشغف لامتلاك هذه الأرقام المميزة والتنافس عليها بكل شفافية ووضوح ذلك ما يسهم في تكريس ثقافة جديدة في أسواق البحرين والله في الحقيقة أن هذا الحدث اليوم اللي صار هي أعتبرها أنا ناقلة نوعية وهي صراحة افتحت أفاق جديدة حق الناس اللي تحب التمييز في امتلاك الأرقام المتميزة وبصراحة إحنا لو نقارن نفسنا بالخليج أعتقد الأسعار اللي اليوم شهدناها يعني بالنسبة للبحرين أسعار جدا ممتازة تكونت بورصة بطريقة رسمية في البحرين لمزاولة هذه الشيء بيعطي انتعاش جميل الأيام اللي تلاحظون هذه الشيء وإن شاء الله خطوة أولى مو بس حق مزاد الأرقام مزاد أشياء أخرى تبتكرها الحكومة بتكون مردود تجاري ومادي إن شاء الله يعني يكون منفعة البلد هذا النجاح الذي تحقق ما هو إلا بداية مهمة ومشجعة نحو إقامة المزيد من المزادات التي تساهم في الترويج للمكانة الاقتصادية للمملكة في ضوء اهتمام فئة واسعة بمثل هذه النوعية من المزادات مليون وسبعمائة وخمسة وعشرين ألف دينار بحرين هو المبلغ الذي توقف عنده هذا المزاد الذي يقام للمرة الأولى على أرض مملكة البحرين لقى إقبالا كبيرا ومنافسة بين الراغبين بامتلاك الأرقام المميزة والجمهور الحاشد الذي ملأ القاعة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين